السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الابتدائي النهاردة هناخدوا درس جديد من دروس الصف السادس الابتدائي تعالوا حب كده اقول لكم مين فينا يحب ان هو يكون مريض طبعا لا كلنا طبعا نحب ان احنا نكون عندنا صحة ايه جيدة والصحة الجيدة ديت يطر هتخلينا ضعفاء ام اقوياء طبعا هتخلينا اقوياء ده اللي هنعرفه من درسنا النهاردة اللي هو عباره عن نص شعري اسمه كن قويا للشاعر محمود غنيم تعالوا بقى نتعرف على الشاعر بتاعنا النهاردة فالتعريب بالشاعر انا عندي هو محمود غنيم شاعر مصري من مواليد محافظة المنوفية عام 1902 درس في المعهد الاحمدي بطنطة ومدرسة القضاء الشرعي ومدرسة دار العلوم التي تخرج فيها عام 1929 ميلاديا ثم عمله بالتربية والتعليم وله عدة دواوين شعرية وتوفيه عام 1972 ميلاديا وطبعا عارفين ان دواوين شعرية هي عباره عن كتاب بيكون كبير اوي بيكون موجود فيه كل النصوص الشعرية اللي محمود غنيم قالها فبالتالي تسمى دواوين ايه دواوين شعرية طيب تعالوا كده بينا ياولاد بعد ما عرفنا شاعرنا الذي كتب نص قويا تعالوا نعرف ونقرأ هذا النص اول بيت عندي بيقول يا شباب العلم في الوادي الامين اشرق الصبح فهزوا النائمين دلوقتي تعالوا نتعرف على بعض معاني الكلمات اول حاجة شباب العلم يعني طلاب العلم عندي بعد كده كلمة الوادي الامين المقصود بها مصر يبقى الوادي الامين المقصود بها ايه ياولاد مصر طيب بعد كده بيقول لي هزوا يعني ايه هزوا يعني ايقظوا النائمين المقصود بكلمة النائمين الكسالة وكده بعد ما تعرفنا على بعض معاني الكلمات تعالوا بينا نعرف شرح هذا البيت هنا محمود غنيم يقول يا شباب العلم هنا طبعا عندي حرف نداء يبقى معنى كده ان الشاعر محمود غنيم ينادي ينادي على من على شباب العلم يبقى لو انا جيت سألتك سؤال وقلتلك من الذين يناديهم الشاعر في الأبيات هتقول لي على من على شباب العلم هنا بقى يا طرى اي شباب علم لا هو هنا اختص او خصص شباب العلم اللي موجودين فين في مصر والوادي اللي هو وادي النيل طب ولماذا اضاف كلمة الامين للوادي لماذا وصف الوادي بانه الامين لماذا يا طرى قال لان هنا حرص على ان هو يوضح ان النيل هو حريص وامين على ابنائهم طيب بعد ان نادى الشاعر على شباب العلم اي طلاب العلم لماذا نادى عليهم لقى يقول لهم ان اشرق الصبح فايقضوا النائمين تمام يبقى هنا يقصد اليقظة عايز ايه اليقظة تمام تعالوا كده ننتقل الى البيت الاخر يقول مصر ترجو منكم جيلا فتيا سالم البنية مقداما قوية تعالوا كده برضو نشوف بعد معاني الكلمات في هذا البيت طبعا عندي اول كلمة جايالي هي كلمة فتيا يعني ايه فتيا فتيا اي قوية طيب تاني كلمة عندي سالم البنية يعني ايه سالم البنية ايه صحيح الجسم تالت كلمة عندي هي كلمة مقداما يعني ايه مقداما اي شجاعا يبقى هنا احنا عرفنا في اول بيت انه الشاعري ينادي على طلاب العلم وطلاب العلم اللي هم في مصر وينادي عليهم كي يقول لهم ويوقزهم بان الصبح قد اتى واشرق فبالتالي جاء وقت العمل وحان وقت العمل فايقضوا النائمين الكسالة طب لماذا لان مصر تحتاج الى ابنائها طب يا ترى مصر هتحتاج الى ابنائها تاني حاجة يكون سالم البنية يعني صحيح الجسم يعني يكون عنده صحة جيدة تمام ومقداما مقداما اي شجاعا طب لماذا يكون لديه كل هذه الصفات حتى يستطيع ان يعمل ويطور البلد ويساعد في تقدمها تعالوا بعد كده البيت الاخر يقول لا ضعيفا خائر العزم عيية كتبت ذل على المستضعفين تعالوا كده نشوف معاني الكلمات هنا عندي كلمة خائر اه خائر العزم معنى خائر العزم اي معناها ضعيف الارادة يبقى خائر العزم اي ضعيف الارادة تاني كلمة عندي كلمة عيية اي عاجزا بعد كده عندي كتبة اي فرضة يبقى كتبة معناها فرضة بعد كده عندي الذل هو الهوان معنى الذل الهوان تمام يبقى هنا لما جاه اتكلم محمود غنيم وقال ان مصر تربع اي تطلب ما صفات الجيلة التي تطلبه مصر او تريده من ابنائها تريد ابناء قوية يكون هذا الجيل فتيا قويا اي يكون لديه قوة ويكون شجاعا ويكون صحيح الجسم اي لديه صحة جيدة اه ولكن لم تريده هي مش عايزة لا ضعيفا مش عايزة يكون ضعيف مش عايزة يكون ضعيف الارادة لازم يكون عنده اسرار اسرار لايه اسرار على العمل اسرار على النجاح اسرار على التقدم تمام طب لماذا لماذا تريده قويا ولم تريده ضعيف الارادة ولم يكون عاجزا عاييا اي عاجزا مش عايزة يكون ضعيف الارادة او عاجزا لان فرض الذل على المستضعفين لان هو لو مش هيكون قوي وهيكون ضعيف وهيكون عاجز لم يستطع ايه لم يستطع التقدم اه وبالتالي سيكتب ويفرض عليه الهوان هيكون كده ايه مذلول وحيكون ايه ويتعرض الى الهوان لان الهوان والذل بيأتي على الضعفاء او بيأتي للضعفاء وليس الاقوياء تمام فالانسان او ان الشاعر يتحدث عن القوة ويطلب من ابناء مصر وطلاب العلم ان يكونوا اقوياء ويكون لديهم الشجاعة ويكون لديهم الارادة القوية والاسرار الاسرار على التقدم والاسرار على العمل والنجاح والتفوء حتى يستطيعون تقدم البلاد حتى يستطيعون ان ينفعوا بلادهم وينفعوا ان انفسهم ايضا تمام وبالتالي نكون انهينا هذه الفكرة وننتقل الى فكرة اخرى مع بيت جديد تمام تعالوا كده نشوف معانا البيت الجديد بيقول لي ايم انما الصحة عنوان الحياة فانشروها نظرة فوق الجباه تعالوا بنا الاول نعرف يعني كلمات هذا البيت هنا عندي اول كلمة عندي عنوان الحياة تمام تعالوا كده نعرف ما معنى عنوان الحياة عنوان الحياة اي اساس الحياة تمام جميل اوي طيب عندي بعد كده كلمة نظرة نظرة يعني جمال او وهنا عندي الكلمة فيها تنوين بالفتح يبقى نظرة معناها جمالا كلمة الثالثة فوق الجباه اي على الوجوه فوق الجباه اي على الوجوه تمام طيب تعالوا بنا هنا نعرف الشاعر عايز يقول لنا ايه مش هو طلب من ابناء العلم وشباب العلم وطلاب العلم من ابناء مصر ان هما يكونوا ايه لديهم القوة والشجاعة طب يطر ينفع البني ادم يكون عنده قوة وهو مريض ولا لازم يكون لديه صحة لازم يكون لديه صحة تمام علشان كده يؤكد الشاعر محمود غنيم بكلمة انما اه طب يؤكد على ايه على الصحة طب يؤكد عليها انها ايه قال لي ان الصحة هي عنوان الحياة اساس الحياة علشان تحس نفسك ان انت عايش تمام ولديك عمل تستطيع ان تعمل تستطيع ان تكتهد تستطيع ان تتفوق وتنجح ده هيكون بالايه بالصحة بالصحة الجيدة والسليمة لذلك يطلب الشاعر محمود غنيم فيقول فانشروها اه طب عايز ننشر ماذا ننشر الصحة لان الصحة تعطينا اثر طب ما اثر الصحة يقول الشاعر محمود غنيم ان اثر الصحة هنا الجمال فوق الجباه ايه على الوجوه بتظهر علامات الصحة انها تظهر جمالا على الايه على الوجوه طب يطر طلب مننا طلب اخر نعم في هذا البيت الذي امامكم طب ماذا يقول فيه وارسموها بسمة فوق الشفاء وابعثوها رحمة للعالمين دعونا نعرف الاول معاني الكلمات ثم بعد ذلك ننتقل الى الشعر بعثوها اي ارسلوها طيب بعد كده رحمة معنى رحمة اي خير ونعمة تمام بعد كده عندي للعالمين اي لجميع المخلوقات تمام يبقى انا عندي محمود غنيم في البيت اللي فات بيطلب مننا ان ايه ان ننشر الصحة اه وننشر الوعي الصحي لماذا بان الصحة تظهر اثرها تظهر اثرها على الوجوه كيف بانها تظهر جمالا على الوجوه تمام طيب تاني حاجة اراد ان يطلب من الشاعر محمود غنيم ان نرسم الصحة اه قال لي وارسموها نرسم ماذا نرسم الصحة طبعا نرسمها ازاي اه نجعلها اي بسمة تمام فوق الشفاء لان الصحة عندما تأتي او عندما نكون لدينا صحة او الانسان عندما تكون لديه الصحة فبالتالي حتظهر اثر هذه الصحة على الوجوه بالجمال وتظهر ايضا على الشفاء بالبسمة طبعا نلاحظ ان الانسان الذي لديه صحة يستطيع ان يضحك ويبتسم ويفرح اما الانسان المريض يفتقد الى هذه الضحيقات والبسمات والفرحة فبالتالي الصحة تظهر اثرها في البسمة التي تكون فوق الشفاء ويطلب ايضا الشاعر محمود غنيم ان نبعث هذه الصحة ونبعث الوعي الصحي اي نرسله وننشر الوعي الصحي حتى تكون الصحة رحمة خير ونعمة طبعا احنا عارفين ان الصحة هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فبالتالي يطلب الشاعر ان نرسلها خير ونعمة لجميع المخلوقات وليس لابناء مصرية فقط وكده نكون انهاينا الابيات عندنا وننتقل الى شيء اخر في هذا النص وهي مواطن الجمال طبعا عارفين يا حبيبي ان مواطن الجمال عندي بتنقسم لاكثر من قسم انا لو لقيت جملتي فيها نوع من انواع الاسليب لا اسلوب النداء اسلوب الامر اسلوب الناهي اسلوب النافي تمام فبالتالي بتكون مواطن الجمال الاسليب لو لقيت فيها تصوير ها تصور او شبه شيء بشيء يبقى ده تشبيه لو ما لقناش لتصوير او اسلوب يبقى ده تعبير جميع اول حاجة عندي بيقولي يا شباب العين لاحظت هنا عندي حرف النداء يا طب انا قلت حرف نداء يبقى ده على طول نوع من انواع الاسليب تمام يبقى انا عندي هنا في الجملة بتاعتي فيها مواطن من مواطن الجمال وهو اسلوب نداء ولكل اسلوب غرض تمام يعني ايه غرض يعني لماذا هو اتى بهذا اسلوب لما اسأل نفسي لماذا اتى بهذا الاسلوب حيطلع لي الغرض اتى بهذا الاسلوب وهو اسلوب النداء كي يفيد شدة حب الشاعر بشباب العين يبقى هنا جاء الشاعر باسلوب النداء يفيد على شدة حب الشاعر بشباب العين ويحسهم على طلب العين رقم 2 بيقول لي ايه هزوا النائمين تعال كده نشوف هنا يا ترى في اي نوع من انواع الاسليم ما عنديش اي ادى من ادوات اللي يكون فيها اسليم طيب عندي تعبير هو تعبير يدعو الى النشاط واليقضى رقم 2 بيقول لي مصر ترجو هي مصر بترجو هي اللي بتطلب لا مصر لا تطلب هما المين اللي بيطلب الانسان فهنا شبه مصر بانسان يتمنى ويطلب طيب ظهر عندي هنا كلمات فتية مقداما قوية كلها كلمات تحيب الايه القوة والشجاعة والعزم وعدم الخوف وظهر عندي طبعا من معيني الكلمات فتعلوا كده اخر حاجة عندي بيقول لي ابعثوها رحمة للعالمين هنا تعبير يدل على حب الخير للناس وهنا تمنى حب الخير للناس جميعا وليس ابناء مصر فقط وبالتالي هنا نكون قد انهينا درسنا وبالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله اشتركوا في القناة